أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بإمكاناتها تحاول التخفيف من عبء زيادة ارتفاع الأسعار وأوضح مدبولي أن الحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التي تحتاج إلى دعم بالتأكيد نحن عارفين كويس قوي ونعي أن هناك ارتفاع في الأسعار ولكن الدولة المصرية تحاول بقدر إمكانيتها وقدراتها المادية والقدرات اللوجستية أن نخفف من عبء هذه الزيادات عن المواطن المصري وحدي لحضراتكم على سبيل المثال يعني إحنا يمكن التضخم إحنا نتابع الأرقام طبعاً وبنشوف الزيادات اللي بتحصل لكن أنا عايز أقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدولة في موضوع إتاحة زيادة أرقام على بطاقة التموين عشان يستفيد منها فئات محددة من اللي احنا بنقول أن هما دول يعني أكثر تأثراً بالأزمة اللي موجودة من خيل من غير الإجراءات اللي اتعملت لزيادة المرتبات وزيادة الحد الأدنى والأهم عدم زيادة أسعار المرافق الرئيسية في خلال الفترة دي سواء الكهرباء أو حتى بعض الحاجات الأخرى اللي احنا يعني أوقفنا الزيادات بتاعتها وأعلننا أن احنا مش حنزودها لغاية تلاتين ستة لو لهذه الإجراءات كانت الأسعار ممكن كانت تروح في حتة تانية خالص زي ما بيحصل في كل الدول اللي انتوا حضراتكم أكيد بتابعوها فإحنا بقدر الإمكان كدولة لأن خدوا بال حضراتكم الدعم اللي بتقدموا الدولة ما هو داعلى عاطق الموازنة بتاعتنا وعلى عاطق قدراتنا المالية ويمكن أنا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع أكثر من مرة وقلنا عشان برضو ما نقدرش أن احنا نتحمل أكثر من اللي احنا حطينه في إطار الموازنة عندنا احتياطيات بتصل إلى حوالي 130 مليار بقينا موجهينها بالكامل لإستعاب جزء من الأثار السلبية اللي نتيجة للأزمة العالمية